موسيقى لما نجينا شرحنا على المعدة وقلنا اكل تنزل بها وبعدين تروح لي موسيقى وبعدها تروح لي موسيقى ومنها تطلع برا لكن اثناء دخول الاكل الى موسيقى اكو ثلاث اعضاء عدنا يساعدنا في عملية الهضم شنو هذي ثلاث اعضاء هيا نشوفها قدامهم اول واكبر واحد بهم هي هذي نسميها شنو طبعاً ليفر بها فاصين الفاص نسميها بالانجلش لوب فهذي اللي هسا اشرت عليها هي ليفت لوب اللي واقع فيه منطقة اليسرى اما في اليمنى نسميها ليفت لوب هذه بالنسبة للليفر اما بالنسبة للشغلة اللي تحتها بالضبط نسميها مرارة اللون الاخضر هذا وبالانجلش نسميها جول بلادر تمام اما شغلة اخر عضو اللي بقى لنا اللي هي صايرة وراء بالضبط وين هذي هذا اللون الاصفر نسميها بانكرياس نسميها شنو بانكرياس هذي ثلاث عضا تساعدنا في عملية الهضم اشلون هسا نشوف ونعرفهم طبعاً الليفر هذا لو نجي بس شوية نشيل جزء منها تمام هذي اسويها شفاف حتى بس نشوفها نلاقي اكو شي مثل شجرة صايرة اللي هي لون الاخضر هذا شنو صاير مثل شجرة هذي نسميها بايل لريتري هذي بايل لريتري هذي بايل لريتري مو شرط هسا تعرفه اهم شي هو انك تعرفه انه تنقلي شنو بايل حتى اني عارف شنو هو البايل هذا بايل متكون من واتر من الماء ومن سولتس اللي هي املاح يعني ومتكون من شنو من مواد اخرى وزين هذا اللون شنو لون الصفار ما او ليش يسموها لون اصفر او ماندة صفراوية لان تحتوي على بيجمنت صفغة تنطيها هاي اللون اللون اليلو زين انطيني وظيفة مالتها وظيفة البايل شنو بايل هذي تساعدني في عملية الهضم والامتصاص الدهون يعني شنو ابزوربشن ودايجسشن تمام لمينو للفات زين ثاني شي انو يحفز لي عملية البرستالسز يحفز لي عملية برستالسز زين واذا ما حفزت ايش راح تصير راح تصير عند الشخص هذا امساك نسميها كونستيبيشن كونستيبيشن شنو هي الامساك احنا قلنا الاكل لما تمشي في الماعدة زين وبعدين تدخل لل small intestine ومبعدها large intestine هذي كلها تصير عن طريق منو تصير عن طريق عملية البرستالسز زين اللي هي حركة دودية في سبيل تمشي الاكل داخل الامعاء زين اذا الاكل ما مشت داخل الامعاء شخص يجي هذا يشتكمن شنو يشتكمن امساك انه هو بطنه ما قاعد يقدر يطلع تمام يعاني من الام فالبايل هذه مادة صفراوية لما تطلع تساعد في هذه العملية انه تحفز تحفز هذه حركة دودية في سبيل الاكل ما يبقى داخل الامعاء في اخر وظيفة انه هي انتي بيوت ريفاكتف مضاد للتعفن اخاف اتعفن اكل اللي انت اكلته زين داخل بطنك زين فحتى ما يتعفن الاكل هذي اللي اكلته ممكن كان وسخ او ممكن صارت اي شي داخل بطنك من مرض او شي المهم بايل يقوم شي يسوي يقوم يؤدي وظيفتها انه ما يخلي هذي الاكل المهضوم يتعفن داخل بطنك ويطلع بشكل سليم لان اذا اتعفنت معناها تكونت بكتيريا لما انت تتكون بكتيريا تسبب لك امراض زين هذي بشكل بسيط لوظيفة البايل زين هسه انا اريدك تقول لي شنه هي وظيفة الليفر الليفر احنا قلنا انه وظيفة مالتها اول شي تفرز اول شي شنه بايل نسميها اكسكريشن اكسكريشن اوف بايل زين زين ثاني شغلة ش تسوي لي يقول لي ديتوكسيفيكيشن تسوي لي للمواد الضارة يعني لا سامح الله لو جسمك دخلت مواد الضارة عن طريق الاكل عن طريق ماء الملوث او اي شي زين او كيميائيات اخذت حبوب مثلا بها مواد الضارة فهو شي تسويها ديتوكسيفيكيشن ديتوكسيفيكيشن يعني تزيل السمية دي معناها ازالة توكسي وين ما تشوف معناها سمية تمام ازالة السمية هي تسوي للمواد الضارة لي هارنفول سبستانس أو هارنفول سبستانس زين هذي ثاني نقطة طبعا من احد اهم الوظائف الليبر تسوي لي غلوكوس زائدا كوليستيرول نقول ميتابوليزم تدخل الغلوكوس اللي هو سكر وكوليستيرول اللي هي الدهن تدخله في عمليات الايضية العمليات الايضية اللي هاي المادتين تحصلوين في الليبر زين مثل ما قلنا الميتابوليزم هي عملية التكسير او البناء هذي بالنسبة لثلاث وظائف كلش كافية تعرفها للليبر لكن وظائف الليبر متقسمة لشاغلتين اللي اما دايجستف تدخل في عمليات الهضمية اللي احنا قلناها هاي ثلاثة زين او نون دايجستف اللي ما تدخل في عمليات الهضم زين طيب انا اريد هسا اقول لك شنو هي وظائف الليبر ك patreonon-digải estás شنو هي وظائفها اول شي هي تقول لي يابا لا سامح الله انظار بك نزيف تمام هي مراجأ NASA مختصر مالتها اه عاني لا تخاف عانيولان مخزن لك الدم يعني بالانسان الطبيعي اكو مغزون للدم وهذا المغزون موجود في الليبر فإذاً هو شيء يعمل ستوريج ستوريج اللي شنو للبلد ليش؟ لأن إذا صارت نزيف ودم ما عندك وبالتالي الأنسجة اللي تروح لها دم تكون قليلة وإذا استمرت العملية نزيف مالتك بشكل مطول يمكن تسبب لك مشاكل كلش شبيرة لأن إحنا محتاجين الأكسجين والأكسجين من اللي يشيلها الدم زين إشلون يشيلها الدم عن طريق كريات دم الحمر زين كريات دم الحمر هذا شلون يشيلها؟ أكو مادة سمها بروتين نسميها هيموغلوبين الهيموغلوبين هذه شيال أو الحمال للأكسجين فينقلها لجميع أنحاء التشيو زين؟ هذه طبعاً استوريج للليبر تقريباً يسوي 350 ميلي إلى لتر واحد من الدم يخزن لك في جسمك هذه من وظيفة النون دايجستف ثاني شي يقول لك يابا إذا أنت عندك جسمك ربيسيز كريات دم الحمر تمام؟ صاروا شياب أيجد تمام؟ كبروا بالعمر ما بقى بيهم حيل ما بقى بيهم حيل يعني شنو قزك؟ يعني ما بقى بيهم حيل يشيلون الأكسجين أو مثلاً صار إجت مرض ودمرهم تقريباً وما بقى بيهم حيل يشتغلون فالليبر شنو يسوي هذه النوع من الار بي سيز يسويها ديستراكشن يكسرها ويتخلص منها ليش؟ لأن خلاص احنا ما بدنا نشوف بيها فايدة فالليبر تقوم تكسرها زين؟ آخر وظيفة من نون دايجستف إني ش تسوي لي الليبر هذا يقول لك الفيتال لايف الحياة الجنينية بما أنه خطيئة جاي جديد ضيف علينا فأني راح أزودها بالار بي سيز راح أزودها بشنو؟ بار بي سيز نسمي هذه شنو؟ اللي هي بروديكشن زين؟ تنتج الار بي سيز في الفيتال لايف في الحياة الجنينية تمام؟ ليش؟ لأن خطيئة هو ضيف جاي ويريد يكون نفسه يكون عظامه يكون أعضاءه فلازم شنو أكو؟ لازم أكو ربي سيز إهواية حتى يوصل للأكسجين في جميع أنحاء التشو والتشو زمالتها لأنسي جمالتها تتطور وتتكون بشكل جيد زين؟ وأكو شي لما نصير عملية النزيف هذه قلنا أنه الليبر يزودنا بالدم وغير هذه الليبر هذا يكون لنا شي أكو شغلات نأخذها بالدم طبعا Clothing factors هذه العوامل تساعدك في تجلط الدم فالليبر شي سوي يقوم يبدي من هذه العوامل تمام؟ هذه الوظائف بشكل بسيط لو تعرف عن الليبر كلش كافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة